فقرتنا المحببة فار روم اللي بنتقمص فيها شخصية الحكام الدوليين لان كان في حكم اعتقد مش دولي عندنا كلام كتير عنه يوسيمة في الفقرة دي بالتأكيد يا فارس واحنا عايزين نوضح للجمهير ان احنا فقرتنا فار روم احنا دورنا اننا بنوضح اللي بيحصل من التحكيم المصري لا بنتناول حكم خارج نطاق الاداء الفني ولا حتى بنحطه شماع ولكن بنوضح الامور وبنحط كل شيء في النصاب واعتقد ان الفقرة دي الحمد لله نجحة بشكل كبير جدا وان كان المرة دي هنتكلم اصلا عن فكرة هو ليه تعيين هذا الحكل ده اللي مهم جدا ودي بدايتنا والبداية مهم جدا تمشوا بتسلسل الاحداث عشان يوصلوكم نقطة مهمة جدا احنا بنلعب في فترة ما فيهاش كل الفرق بتلعب ده رقم واحد رقم اتنين الاهلي بس بيلعب في الاسبوع اللي فات ده مباراة مؤجلة وهيلعب بكرة درمت زي هيكون ليه مباراة هيلعبها اذا تستنتج من ده ايه ان كل الحكام الدوليين متحين هم لجنة الحكام ارتقت ان يعودوا يعيدوا ايوه زي ما بقولك كده يعودوا يعيدوا طب ايه اللي حصل تم استقضام حكم غير دولي ده رقم واحد رقم اتنين محكمش الاهلي من امتى؟ من 2016 مباراة الاهلي والداخلية في 15 عشرة 2016 وفي 12 سبع 2016 في الكاس مباراة الاهلي وحرس الحدو طيب عايزين نوصل من ده لإيه؟ اقولك انا عايزين نوصل من ده لإيه؟ عايزين نوصل ان اولا الحكم الدولي بيكون عنده رهانات خاصة وده طبيعي جدا في العالم ان هو الراجل بيقيم كحكم دولي شرطه الدولية بيتم اختياره من ضمن عدد معين من الحكام تاني حاجة الحكام اللي اعتادوا على ادارة مباراة الاهلي والزمالك اكيد حكام عندهم مواصفات شخصية معينة ومواصفات فنية معينة واكيد ده بيدل ان هم حكام نغبة حاجة كمان مهمة جدا ان انا حكم محكمتش للاهلي من 2016 وواضح جدا ان انا ما بخدش ماتشاط للاهلي فزهنيا بتعامل ان لو مشكلة حصلت ده وارد ان انا ما حكمش للاهلي تاني ما انا قردي هحكمش للاهلي لكن فيه نقطة مهمة انا لا ارى ان هي عبسا ابدا وبشوف ان لجنة الحكام بتنتهج نهج خطير جدا السنة دي لان ببص على سيكولوجية الحكام فيه وهو ايه مباراة برامة زيقسامة والزمالك اللي كان فيها كارسي الجهات جريشة الشهيرة وحصول الزمالك على عدد من النقاط الغير مستحقة ضمن ال 11 نقطة اللي انت قلت عليهم كان بياليها مباراة الزمالك واسموح كان بيحكمها الحكام محمد الحنفي كان فيه ضرب الجزاء على طريق حامد راح للفار ورغم ان المباراة اللي قبلها فيه كارسة تحكمية مصر كلها بتتكلم عنها ما جابش اللقطة من اكتر من مكان وما استناش وما كانش فارع معاه وعشان الاخراج يخلي مسئوليته خلال المباراة راح عرض له اللقطة تاني وبقول بما معناه ان الحكم ما طلبش او ما استناش طيب ده بيدل ايه ان الحكام نفسيا بيتعاملوا ان عادي مباراة الزمالك فيها اريحية كمان ايس اختيار حكم زي ده للمباراة اللي زي دي يوصل لك ان في الفترة اللي انت ما افترض تكون احرص اتحاد فيها على ان ما يكونش فيها اخطاء تحكمية تاني لانك بتحسن مصير المسابقة بتجيب حكم غير مصنف دوليا وداخل المباراة كل قراراته كان فيها شكل من اشكال الاستسهال الشيطان يكمن في التفاصيل والتفاصيل السنادي راحتها فاحت اول بص وكمان في نقطة مهمة جدا بغض النظرة عن فكرة الحكام وانا اعتقد اي حكم دولي هتمنى ان هو يجي يحضر المباراة وتحديدا ان ابراهيم نور الدين حكم جاء قاعد في غرفة الفار ولو انت حتى يعني بتفكر ان انت تجيب حكم ساحة وطالما ابراهيم نور الدين نزل من البيت ننزله ارض الملعب وهات حكم فار برضو من الحكام الدوليين الكصة مش كده وبس الكصة ان اصلا النادي الاهلي ما قدم لك طلب من فترة ان احنا عايزين تحكيم اجنبي يعني يا سيد الفاضل نحن نعاني من التحكيم المصري التحكيم المصري غير موفق في مباريات النادي الاهلي التحكيم المصري حرمنا كنادي اهلي من رفاهية ان احنا نستهتر مباراة بعد بطولة افريقية حرمنا من ده ليه؟ لان انا دلوقتي لو كنت واخد حق تحكميا زي ما قلت انا كان زماني متساوى مع نادي الزمالك بمجمالات او بالاخطاء التحكمية لنادي الزمالك هما 13 نقطة وانا خصمت اتنين كان يستحقهم في مرات اسوان ركل الجزاء ليه فالاجمالي هو خد 11 نقطة بالاخطاء التحكمية يعني كان الفارق يبقى 20 نقطة انت حرمتني من ان انا كاملت دوري وانا في حالة رفاهية تامة زي الدوري بتاع السنة اللي فاتت ويبدأ التنافس على المركز التاني بين نادي الزمالك واي نادي اخر حاليا الزمالك داخل معايا في المنافس فعال اقل بما انك رفضت ان انا جيب تحكيم اجنبي برغم ان انا قلت هدفع الفلوس طبقا للليحة لكن انت استغلت نقطة في الليحة اني لازم موافقة للاتحاد ومن هنا خرج رئيس اللجنة السلسية قال انا مش هوافق فبالتالي على اقل تقدير ان انا في مرحلة زي دي فيها جاي وقع لانادي الآية دريبة انه حرمانه من لعبيه في مباريات المفترض حاسمة للدوري تحطيلي تحكيم دولي على الاقل من الفئة الاولى حتى اللي انا كنت معترض عليهم وعايزهم تحكيم اجنبي لعل التوفيق صاحبهم في هذه المباريات مع وجود الفار مش كده وبس انت كمان لما جبت الحكم ده مش بس ما كانش بيحكم للنادي الاهلي ده هو كمان ما بيحكمش لنادي الزمالك من نفس التاريخ تقريبا يعني هو حكم مش بتاع اهلي وزمالك من وجهة نظر لجنة الحكام مش من وجهة نظر انا لانه لو حكم اهلي وزمالك بالتأكيد كان هيسندوله المبارات دي لكن هو في مبارات الزمالك كان اخر مباراة مينيت سمنود في كاس مصر المبارات دي طبعا كان فيها كارثة تحكمية ان كان فيه رقل الجزاء واضحة لفريق مينيت سمنود تخيلوا فريق مينيت سمنود للمهاجم الافريقي بتاع مينيت سمنود وتجاهل عنها الحكم وكمان في مبارات الزمالك وطنطا لا دي مش كارثة تحكمية بقى دي من عجائب قرة القدم والاخطاء التحكمية في مباراة حكم حكم شايف قدام عنيه تلت رقلات جزاء لفريق طنطا كان كل رقل الجزاء بيعمل كده الكاميرا بتجيبه ها كده يعني زوية الكاميرا بتجيبه شايف وبيعمل كده الاغرب ان هو طرد مهاجم نادي طنطا على انه بيتدعي او بيمثل ان هو عايز يحصل على رقل الجزاء كل اللي السلوات التحكمية وقتها قالت ان دي رقل الجزاء فتخيل حكم بيرفض احتساب تلت رقلات جزاء في مباراة امام طنطا وبيرفض رقل الجزاء لفريق مكافح زي منية سمنوت زيه زي بني عبيد زي الفرق المكافحة اللي بتشارك في الدوري رفض احتساب رقل الجزاء ليه كانت ممكن تمنحه التقدم وفاز الزمالك بعد كده او سجل بعد كده هدف الفوز يعني لا بيحكم اهل وزمالك من فترة طويلة ولا كمان يعني كان المورات اللي حاكمها شاهدت اخطاء تحكمية كبيرة طب جايبه ليه وفيه عندي حكام دوليين وانا بشتكي من تحكم اجنبيه وانا بقولك بيرايحهم اجازت العيد الموضوع زي ما بنقول فيه غياب منطق تام ولان الموضوع لا يتعلق بالمنطق فانتو شايفين ده الحكم عبدالعزيز سيد حكم 14 مباراة السنة دي منهم مباريات للأهلي والزمالك مفيش ومباراة كانت بدايته مع الأهلي هي المباراة دي ومباراة واحدة لبيرامدس طيب الاهم بقى ان فيه نقطة كمان طبيعي اي اتحاد في العالم لو شفنا لقطة البنك الآلي الدور الاول انت فقدت نقطتين بسبب خطأ عدم احتساب هدف واضح لأي من اشرف وكلنا طلعنا وقلنا وجبنا حالات عالمية واتكلمنا نقرد الصورة برضا عشان ناس تبتكرها معانا ده الهدف هنا باقي كل اللي احنا قلنا يا قسامة يخلي اي انسان عاقل منطقة يختلف معانا فترة مفيش مباراة فانت متاح لك الحكام الدوليين زي ما انت اتكلمت في فكرة ان النادي الاهلي كان مقدم بيان فطبيعي انك تحاول على الاهلي جيب له افضل حكام موجودين عندك حاجة تالتة عندك خطأ في مباراة الفريقين في الدور الاول فمش عايز تكرر اكيد الكرسة اللي حصلت كل ده مايفرقش مع اتحاد الكور يا جماعة احنا مش عايزينكوا تقولوا احنا بنجيب للنادي الاهلي الحكم اللي بيحبه زي ما كنتوا بتعمله مع عندها تانية احنا لا عايزين حكم بنحبه ولا الاهلي عنده حكم بيحبه ولا احنا اساسا في حكام عمراء خدمتنا ولكن عندنا حاجة واضحة وصريحة هتلينا حكام كف هتلينا حكام بالعقل والمنطق يكونوا هم المؤهلين لإدارة مباراة زي دي زي ما قولنا مش عايزين ندخل بقى كمان في ملفات تانية وشركات رعية للاتحاد وعندك مين بيرعى مين ومين موجود في نادي مين لان ده ملف لو اتفتح مش هيبقى حلو جدا دلوقتي احنا عايز اقول حاجة بس في مباراة البنك الاهلي احنا دايما بنتجوازها لان بناخد الخطأ الاجبر وهو الهدف الملغي في المباراة دي راكل الجزاء اتكلم عنها الحكم الجزائري جمال حيمودي بوضوح جدا وقفشة بيعد الكرة وبيرأس مدافع البنك الاهلي شال الكرة بيديه لفار اتكلم ولا حكم الساحة اتكلم وقتها ودي اللي تسببت في ازمة محمد الشناوي وقتها فبالتالي كنت المفروض كالتحاد تكون حريص على تعيين حكام دوليين اي قناعة غير اللي احنا قلناه بالمنطق وبالعقل يبقى صدقني اي حد محتاج يراجع نفسه لو بيختلف معانا ان اتحاد كرة تقريبا بيسعى لإفشال المسابقة او مش إفشالها هو بيسعى قد يكون لتوجيهها ولكن عندنا لعبة كانت خاصة بوقائع من الحكم داخل المباراة قال عنها سمير عثمان هل اللاعب ده كان يستحق انذار ولا لأ ولو خده كان حيبقى اي وضعه في المباراة نطلع ونشوف الفيديو المفروض عبدالعزيز السيد كان يحتسب فيها طبعا راكلة حرة مباشرة صالح النادي الاهلي مع الانذار بتهور للاعب نادي البنك الاهلي طلع بتهور بس كان تقدير عبدالعزيز انه امر باستمر اللعب يعني اللعب بتهور باسلوب سهل شوية ان انا بلعب الكرة ومش هعمل حسابي سلامة زميلي او الخصم التاني هنا لأ طبعا كان لازم يبقى فيه خطر الصح هنا انه وقف اللعب كان لازم يقف اللعب ويودي انذار طيب لاعب البنك الاهلي في كرة انذار مستحق مش حنقول بترقصة للطرد في حالات كتير جدا منشوفها لا بس يا انذار حنقول انذار الحد الادنى المنطق انك تحسبه في اللعبة دي هو كارت اصفر طب اللاعب ده خد بعدها كارت اصفر تاني كان حيضطرد من ديئة تمانية ده ما حصلش ليه لان الحكم كان ليه رأي اخر لان زي ما قلنا الشيطان يكمن في التفاصيل وصدقوني ده دور التفاصيل خلينا بس نؤكد احنا مش بنتكلم على الخصار احنا طبعا تكلمنا في اول الحلقة عن اسباب اننا خسرنا نقطتين امام البنك الاهلي ولكن في نفس الوقت انت لما يكون عندك بعض التقصير في نفس الوقت لازم تطالب بحقك وده دايما سياستنا ودفنا مش بنحطه مبرر لخصارة نقطتين ولكن تخيل انت بتلاعب فريق البنك الاهلي وهو ناقص لعب من الديا تمانية لان نفس اللاعب دخل في قراءة على حمدي فتحي في ديا تمانية اخد انذار لو كان خد الانذار الاول كان زمان ده انذار تاني وكان الترد حاجة في النقطة اللي انت بتقولها احنا في مباراة الترد يا اسامة والانذار بتاع لعب هابي لعب كذا حول ناكلة المباراة لسا هنروح للامور دي لكن خلينا في المباراة دي ان انت كان المفترض تلاعب فريق البنك الاهلي الديا تمانية وهو ناقص لعب الغريب الغريب ان الكابتن كريم حسن شحاتة طلع بتصريح بيتكلم فيه عن فكرة ان فيه ظلم تحكيمي وقع على فريق البنك الاهلي لعدم احتساب ركلة جزاء الكرة المشتركة بين مهاجم البنك الاهلي وطبعا الكابتن عمر السلية وشايف ان ده خطأ تحكيمي احنا بنتكلم عن فريق تقريبا الديا تمانية كان يلعب عشرة بنتكلم عن حكم كان بيوزع ابتسامات طول الوقت ود حصانة للاعيبي البنك الاهلي في التدخلات العنيفة اللي كلنا شاهدناها على لعيبي النادي الاهلي وتقريبا كلنا في وقت واحد قلنا الحكم دانس الانذارات في البيت الانذار اللي طلع في دياية تمانية ده اكيد وقع منه في الملعب ومعندوش انذار تاني يطلعه وبين الشوتين حاول يبحث عن الكارتة اصفر يبدأ يكمل بين مباراة لان فيه تدخلات عنيفة حصلت ادت حصانة للاعيبي البنك الاهلي وجرأت لعيبي البنك الاهلي في كل التدخلات على لعيبي النادي الاهلي وهنا مفيش حماية تم توفرها من قبل هذا الحكم للاعيبي النادي الاهلي ويطلع الكابتن كريم حسن شحاتة بيقول ان له ضرب الجزاء احنا دايما عندنا القاعدة بتقول نروح لأراء خبراء التحكيم فنسمع الكابتن سامير عثمان هل بيتطفق مع الكابتن كريم حسن شحاتة ولا له رأي تحكيمي اخر اعتقد الامر واضح وده رأي خبراء تحكيم مش رأينا برغم ان رأينا بيتطفق تماما مع رأي الكابتن سامير عثمان ويتطفق مع اي حد لايب كرة والكابتن كريم حسن شحاتة لايب كرة هو بس ممكن يكون شافة من الملعب المكاتفة مفيهاش راكل الجزاء وبعض الاعلام الزمالكاوي طلع اتكلم طب لما انتوا بقولوا على دي مش راكل الجزاء ليه كنتوا بتتكلموا على راكل الجزاء غزل المحلة وبقول لنا راكل الجزاء ظنن منهم ان احنا بنتكلم عن راكل الجزاء حسن الشحات اللي اتحسبت في ديات 90 وكنا متأكدين انها مش راكل الجزاء وان حاكم الفار حاول يستدعي محمد معروف حاكم الساحة من اجل اثبات اننا موجود في كرة كنا متأكدين انها مش تحسب راكل الجزاء لانها بالفعل مش راكل الجزاء احنا لما بنتكلم عن راكل الجزاء في مطش غزل المحلة بنتكلم عن دي عن راكل الجزاء محمد هاني اللي لا تقبل الجدل لو حاكم حتى لو ميوله زمال كوية ومنافسة وشاف الكلام ده حاكم فار او ساحة مستحيل ما يمنحش دي راكل الجزاء ده كلام بنتكلم فيه في الاخطاء التحكمية اللي بتحصل معنا في الدوري المحلي طب انت شفتنا احنا بناخد البطولات الافريقية شفت في مشاكل تحكميا حتى لما تكلمنا عنها مش تكلمنا عنها ان ده ممكن خطأ غير ورد طب انت شفت لما تطبق نظام الفار لان البعض كان بيقول لو تطبق الفار ازا مالك هحق كل بطولات انت شفت لما تطبق الفار يا فارس في نصف النهائي والنهائي في بطولتين ايه اللي حصل انا شفت ان النادي الاهلي اكتر فريق مستفيد داخل القارة من تطبيق الفار افريقيا واكتر فريق مضرور داخل محليا داخل مصر من تطبيق تطبيق الفار انا عايز اقولك حاجة الفار في افريقيا عمل ايه الفار في افريقيا حنقف معاك واحدة واحدة ونديكم لقطات فعلا تدخلات الفار فيها فرقت معانا زي ما شفنا بطولات بنخسارها في 2007 وبطولات كان بيتحاول يتغير مصارها لولا النادي الآلي كان قادر فنيا وقتها ان ده ما يحصلش ولكن الفار بيديك في مباريات حسمة جدا في مشوارك البطولة اللي فاتت والبطولة الحالية لحظات بتخليك فعلا تستحق كل بطل لان انت خدت حقك ده ما بيحصلش في الدور المصري انا عايز اسأل سؤال ما تروح على كل الناس اتحدى اتحدى في اي دولة على مستوى العالم في اي دوري مطبق في الفار في فريق خد 11 نقطة باخطاء تحكمية مثبتة ونتحدى اي حد لو في نقطة فيها مش مثبتة خد 11 نقطة باخطاء تحكمية في وجود الفار غير نادي الزمالك دور في كل دوريات العالم المطبق فيها الفار لو لقيت فريق هتكسب معانا الدورة 13 الغريبة فارس ان على نفس الجهة دايما الفار يا جماعة تقريبا بصلته معروفة الفار المحلي بيمنح الزمالك دايما اخطاء اللي صالح الزمالك بالسنى مبارات اللي هي اسوان والجهة المقابلة النادي الآلي دايما الفار الاخطاء ضد مصلحة النادي الآلي انت متخيل بتفكة 9 نقاط والمنافس بيفوز ب11 نقطة يعني كان المفترض يكون الفارق 20 يعني كان المفترض انا حاليا فارق 11 نقطة ولسه عندي 3 مورات مؤجلة